خشي بقى على ماتشي النهاردة ماتشي النهاردة ماتشي مهم جدا 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 لان هي كعادة مباريات الاهلي دائما مباريات مهمة بس ماتشي النهاردة مهم جدا في المرحلة دي ماتشي النهاردة مهم جدا لساعدة الصدارة ماتشي النهاردة مهم جدا لان احنا عارفين ان المرحلة اللي جاية مرحلة حاسم بطولة الدولة بقي بالضبط للنادي الاهلي 8 ماتشات خلي بالحضراتكم تماماً ما شاد ماتش النهاردة في كم يوم في 21 يوم يعني المفروض النهاردة يوم 5 في خلال 21 يوم أو 22 يوم بالكتير الدوري انتهي على يوم 26 أو يوم 27 أغوص إن شاء الله يكون فيها حسم لبطولة الدوري بإذن الله للنادي الأهل ماتش النهاردة مهم زي ما قلنا لأنها بداية الطريق لتصدر الدوري ممتاز إن شاء الله في حالة الفوز بإذن الله رب العالمين وحزن النقاط الثلاثة حيرتفع رصيد النادي الأهلي الواحد وستين نقطة حيبقى متساوي مع نادي الزمالك اللي هو متصدر دلوقتي ولكن الصدارة إن شاء الله بعد الفوز حتكون للأهلي سواء عن طريق فرق الأهداف لأن الأهلي سجل 54 هدف قبل ما تشل نهاردة نادي الزمالك سجل 48 هدف أو كمان عن طريق المواجهات المباشرة المباشرة اللي هي أصلاً لصالح النادي الأهلي لأن لو حضراتكم متذكرين لقاية دوري بين الفرقتين انتهى الأولاني فوز النادي الأهلي اتنين واحد بها دفاية محمد شريف وفي الدور الثاني الفرقتين تعادلوا واحد واحد لو فاكرين أحرص النادي الأهلي صلاح محسن هدف التعادل يعني إن شاء الله كل الطرق بإذن الله النهاردة تنتهي أو تأدي لفوز النادي الأهلي وبعد المباراة النهاردة إن شاء الله بإذن الله في حال فوز النادي الأهلي يمسك النادي الأهلي الصدارة وزي ما احنا عارفين دائماً وأبداً لما النادي الأهلي بيعتلي القمة انسى بقى انك تقدر تنزله من عليها انسى انك تقدر تنزله من عليها بمشية الله طبعا بمشية الله لان ده النادي الاهلي وده اللي تعودنا منه عليه يعني اهلي يقدر النهاردة ان شاء الله ودي بداية مبارات حسم الدوري اللي نتمنى ان يكون صالح الاهلي نقف هنا ونتكلم على حاجة معينة احنا بنتكلم هنا على بطولة دوري بطولة دوري احنا من شهر عشر اللي فات او من شهر تسعة اللي فات لحد النهاردة نسبة النجاح بالنسبة للنادي الاهلي مية في المية عشان بس محدش ينسى نسبة النجاح في البطولات اللي دخل فيها النادي الاهلي مية في المية هتقول لي وبرونزيت كاسر عالم انا بعتبر برونزيت كاسر عالم بطولة في الظروف اللي احنا فيها دي بطولة كل البطولات اللي دخل فيها النادي الاهلي اخدها عن جدرة واستحقار ناقص بطولة الدوري السنادي وإحنا كنا بعيد عن القمة زي ما حضرتكم عارفين لأن كان لنا مباريات مؤجلة مباريات مؤجلة زي ما حضرتكم عارفين بسبب المشاركة في دوري أبطال أفريقيا اللي إحنا الحمد لله توجنا بها ومن قبلها كمان كان فيه كاس العالم الأندية بقطر اللي إحنا حصدنا فيه المدالية البرونزية فهو اللي ناقص إن شاء الله بإذن الله الدوري 8 مباريات في 21 ولا 22 يوم عايزين تركيز عالي جدا عايزين جدية عالية جدا عايزين إن شاء الله توفيق من عند ربنا ونتمنى نتمنى الفترة اللي جاية لأن عفوا الفترة اللي جاية فيها ضغط كبير جدا 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 على لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني خلينا بس ناخدها واحدة واحدة إحنا في 21 أو 22 يوم عندك 8 ماتشات يعني حضراتك بتتكلم على إن يومين والثالث ماتش يومين والثالث ماتش يعني مش هتلحق تريح مش هتلحق تصحح أخطاء لو حد بقى في الفترة دي إن شاء الله نتذي الأهلي يكسب وإن شاء الله يقدم عروض جاية ولكن الفترة دي فترة المهمة فيها المكسب المهمة فيها المكسب حضر لك ضغوط كل يومين ماتش يومين والثالث ماتش ربنا أسر على الفترة اللي جاية الضغط اللي على اللعيبة البدني والزهني والزهني طبعا والعصبي على الجهاز الفني فالفترة اللي جاية محتاجة تركيز جامد جدا 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 وجدية جامدة جدا 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 نتمنى التوفيه من ربنا وإن شاء الله إن شاء الله ما يكونش فيه نسبة إصابات ولو إن الضغوط هتبقى عالية جدا جدا علينا بعضوط اللisي